أهلاً بكم بهالفيديو شوفناك أنه باللغة الألمانية ما في حرف الاس زارم في بداية الكلمة أو قبل أحروف صوتي سمعوا على هالأمثال زي زون بس أي شي يصير لما حرف الاس يكون قبل حرف زاكن في حلين لما يجي حرف ال-P أو حرف ال-T بعد الاس بعدين الحرف ينلفز ش مثل كلمات التالية شبيل شتات ولما يجي غير حرف زاكن ورا الاس بعدين الحرف ينلفز زارم يعني بده تجديد سكات ستينة سلاوة سموتية يعني في حرف ال-S الزارم في بداية الكلمة بالألماني بس لما يجي قبل أحروف زاكن محدودة بالأفضل تحفظون أنه ال-S-P وال-S-T بالبداية الكلمة كل مرة ينلفزون شب وشتب شكراً وباي باي إلى مرة القادمة شكراً للمشاهدة